دشنا محافظ محافظة الحديدة دكتور حسن علي طاهر ومعه مدير مكتب الإعلام بالمحافظة علي حميد الأهدل ورشة عامل بعنوان صناعة المحتوى الإعلامي بمشاركة 30 إعلامية من كافة المؤسسات الإعلامية المدنية والأمنية والأسكرية بالمحافظة واخذ لتشين شهد المحافظ طاهر بأهمية قامة الورشة لإكساب الإعلاميين مهارات إعلامية جديدة مؤكدا حص السلطة المحلية بالمحافظة على تطوير تنمية وقدرات ومواهب الشباب في مختلف المجالات الإعلامية مشيدا بالدور الذي يقوم به مكتب الإعلام بالمحافظة بجانبه أكد مدير عام الإعلام ومدرب الورشة علي حميد الأهدل أهمية صناعة المحتوى الإعلامي بشقيه التقليدي والجديد لاسيما في ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي وأتماد الكثيرين حول العالم على هذه الوسائل وتطبيقاتها اشتركوا في القناة